اشتركوا في القناة ووسائل العمل مما ادى الى ترد الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقابل ان مسؤولي هذه البلديات يتحججون بقلة الامكانيات والموارد والدخل ولكن الواقع غير ذلك فان الحالة التي وصلت اليها مدينة جمنة خاصة تصنف بانها من المدن التي لا ترقى الى مرتبة العواصم نسبة لوجود اطنان من القمامة في بعض الدوائر والحارات شبيهة بجبال النفايات في امريكا الجنوبية بجانب وجود البرك والمستنقعات المائية الراكدة والتي تعد بيئة حاضنة لتكاثر الباعوط والذواب وغيرها من الحشرات المسببة للامراض الوبائية كالكوليرا والمستوطنة كالميلاريا فعلى مسؤولي البلديات تحمل المسؤوليات والعمل لأجل الوطن والمواطن وليس لتلميع العيون ولخاطر زيت او عباد لان التاريخ لا يرحم وسيحاسب على كل كبيرة وصغيرة ردة الفعل هذه من قبل رئيس الجمهورية ادريسا ديبيت نو لعمة بلديات جمينة كشفت وفضحت المسكوت عنه وان استياء رئيس الجمهورية من بعض الاوضاع غير اللائقة بعاصمة كأن جمينة كأنه يتحدث باسم سكان مدينة جمينة الذين عانوا ولا يزالون يعانون امام هذه المعاناة في كل موسم خريف من روائح النتنة وصعوبة الحركة والمرور خاصة في شوارع الداخلية لبعض الحارات والتي تتحول الى شبه بركة وكل ذلك بعدم شق المجاري المائية واستخراج الاوساخ والاتربة الطينية المتراكمة داخل مصارف المياه وهذه الاوامر الصارمة من رئيس الجمهورية تعد بمثابة انزار قوي ولا عذرة لمن انذر جاءت هذه الزيارة المشتركة لعمدة بلدية انجمينة مريم جمع عباد وعمد الدوائر العشر للعاصمة الى مختلف احياء ومربعات المدينة بهدف متابعة وتقييم الاعمال الخاصة باستصلاح الشوارع ونظافة المشجار المائية من قبل المؤسسات والشركات الخاصة وكذا امال البلدية المركزية وبلديات الدوائر وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية ادريس ادبي اتنو خلال اجتمائه مع عمد الدوائر وعمدة بلدية انجمينة يوم امس مثل ما تعرفو رئيس الدولة هو كلا بروخ في البنجمينة واراق فوغة وشافة ونادانا وورانا قال لنا خدر لي تلاتة يوم دا الاشياء دي قليتا بغم عفية وانينا نقولو مرحب دا شقل سمي مع المير الاشرة نار ارندو سماء وميري انا نجمينة والسرفيس نوواري والسرفيس ناكمسيون المكلف بسويفر الانترپريز دا اليوم قمنا وقلنا اي انترپريز قلي يجيب بكان الكانفو الانترنالو اللي سماء مرق الوساخة يمرق الماسد الدال كله يسد ازاو كما اكد امد الدوائر استعدادهم التام من عجل رفء التهديات التي تعيق سير العمل بالبلديات نادينا من الانترپرنير دول نادينا من الكميرسان ونشروا الى ان البلدية المركزية وبلديات الدوائر العشرة ستواصل اعمالها وانشطتها من عجل تنظيف جميع المجار المائية واستصلاه الشوارع بغية السماح للسكان مزاولة انشطتهم اليومية بكل سهولة ويسر اشتركوا في القناة